موسيقى بسم الاب والابن الروح الكدسة الاله الواحد امين اليوم السابع عشر من شهر بابا المبارك والكنيسة تقرى لنا ايضا انجيل الرعاية ولكن رعاية ربنا ناخدها من منظور معلمنا بوليس الرسول اللي بيكلمنا عن انه الرعاية هي اضاءة انفسنا من الداخل ان الله ينير بوجه معرفته بوجه يسوع المسيح لنا انه حتى لو احنا لنا كنز في اواني خزافية ده بيدينا شكل من الرعاية ان لنا كنز حقيقي هو المسيح الهنا وبالتالي هذه الاواني الخزافية قد تظهر من الخارج ولكن من الداخل هو بتتجدد يوما في يوما ولاننا في وقت الاواني الخزافية التي لنا بنكون محزونين في كل شيء ولكن غير متضايقين مطرودين ولكن غير صاكتين متهدين ولكن غير مطرقين غير هلكين حتى لو احنا مطرحين حاملين في اجسادنا كل حين ماتت ربنا يسوع المسيح لكي تظهر حياة يسوع المسيح في اجسادنا علشان كده هي رعاية متجددة متجددة انساننا الخارجي يفنى لكن انساننا الداخلي يتجدد يوما فيوما علشان احنا محتاجين ان احنا ننظر الى حياتنا على انها حياتنا الابدية ناظرين ليس الى الحياة المرئية فقط ولكن الى الحياة الابدية لان الذي يرى هو وقتي ولكن الذي لا يرى هو ابدي وبالتالي هنا مفهوم الرعاية اللي ربنا عايز يدهلنا هو رعاية ابدية رعاية تحملنا الى الحياة الابدية رعاية علشان نهتم بكل واحد مننا الى حياته الاصيلة وحياتنا الاصيلة ليست في هذه الارض حياتنا الاصيلة هي في السماء وعلشان كده خلي بالك اهتم لحياتك الاصيلة وعمل لحياتك الابدية علشان هذا الكنز الذي نحن محصورين فيه هو كنز أبدي لنا ولي حياتنا الأبدية ربنا يعطيكم كل نعمة وبركة وليالهنا كل المجد والكرامة الأبد أمين